زمالك النهاردة كنت ديسة مسألة السؤال ده نفس السؤال لكامتن أمير إنه كان فيه توقعات عالية صفقات جديدة مدرب جديد إدارة محترمة جدا ومتدعم بشكل كويس جدا فجمهور الزمالك كان مستني نسخة خيالية من الزمالك النهاردة هو يعني مليون المية محدش يعني الجمهور من حقه يحلم لكن كل اللي يشغلين في الكورة بشكل يعني سواء بيشتغلوا في الكورة شغل جدي أو بيتناولوا الكورة بالتحليل هيبقى مدرك تماما إن لأ مش للسببين ساعات التغيير الكبير ده بتطلب إن أنت تكون جايب بقى صفقات نوعية تقيلة قوي الزمالك ما عملش ده الزمالك عمل صفقات كتير ما فيهاش لعبة يعني تعتبر أسماء ومكسرة الدنيا يعني فيه أسماء بتبقى قبل لما تيجي عندك أنت متوقع وخلاص عمل زي الجنين اللي ستليني زمالك جاب ساسي من منتخب تونس مثلا جاب عبدالله السعيد فهو عبدالله النهاردة عمل الفارق نصرا منازل إنما مش ده العدد الكبير ومش متوزين على كل خطوط الملعب فالتغيير هيحصل في الزمالك بالتدريج كمان نقطة المدرب ما جايش من فترة كبيرة المدرب جيه في آخر يناير فلو تاخد بالك هي العوامل ما كانت شتوم بأول اللي شغالين في الكورة بتركيز إن ده حنشوف نسخة متغيرة 180 درجة طيب هل الزمالك النهاردة تحسن أنا بقولك لا الزمالك تحسن والأرقام بتقول ده تعال نشوف سريعا عشان نخش آخر أرقام ثلاث مباراة للزمالك قدام سجرادة وهو فريق ضعيف جدا الأنجولي في الكونفدرالية كانت أرقام الزمالك كـ XG عاملة إزاي الـ XG بتاع الزمالك الهدف المتوقع الهدف المتوقع للزمالك كاتتنين وده كانت اللقاء في القاهرة وكل الظروف وفريق متواضع الزمالك تقريبا كان يستحق يسجل هدفين في اللقاء ده عمل عشر محاولات منهم أربع محاولات صحيحة عمل فرص سبع فرص هاد اللقاء اللي بعدين هو اللقاء النادي المصري اللقاء النادي المصري خلي بالك الزمالك حاول 12 مرة بس المصري حاول 16 مرة الزمالك كان الهدف المتوقع لي 1.5 والمصري 2 يعني المصري كان أخطر من الزمالك في اللقاء ده وكان الفرص اللي اتيحت للزمالك كان 13 والمصري 8 بس الأهداف المتوقع لنركز إن زمالك كان 1.5 هاد القاء سجرادة اللي كان في أنجولا ده اخر ثلاث لقاءات للزمالك قبل النهاردة هاد لقاء سجرادة ده الزمالك كان اثنين وثلاثة من عشرة وسجرادة واحد وثلاثة من عشرة تقريبا هاد بقى لقاء الاسماعيل النهاردة الزمالك كان اعلى اهداف متوقعة في كل اللقاءات مقارنة باخر ثلاث لقاءات رغم ان الاسماعيلي يزن نقول اقل شوية صغيرة من المصري حسب مستوى الحالي في الدوري ولكن اكيد يزن اخسن من سجرادة في اللقاءين وارض الاسماعيلية برضو كان يعني مصر المصري كان في ملعب محايد برج العرب انما النهاردة الزمالك يلعب في الاسماعيلية والزمالك كان وصل بهداف متوقعة 3.16 يعني كان الزمالك متوقع ان يسجل ثلاث اهداف فالزمالك فعليا على ارض الملعب كان قريب من ان هو يسجل هو مسجلش حنجلها بعدين ولكن الزمالك كان قريب وعمل فرص الزمالك تحسن كمان في حاجة ثانية يا كريم حنقولها سريعا برضو استرجاع الكرات الزمالك كان بيسترجع الكرة بشكل كويس جدا من اللقاء الاسماعيل هات الصورة اللي بعدها اللي بتتكلم على استرجاع الكرات اللي الزمالك كان بيسترجحها ده هنا ارقام اللاعبين الارقام دي 14 وتمانية وحاجات دي كل لعب استخلص الكرات فيه الزمالك ما كانش ضغط عالي اوه على الاسماعيل في بداية اللقاء عشان كده ما فيش كورات كثيرة الزمالك استخلصها في التلت الاخير ولكن استخلاص في التلت الاوسط كان مميز الزمالك في مباراة كثيرة ما كانش عنده عدد الاستخلاصات دي في التلت الاوسط وكان الزمالك من فرق اللي بتكسبش الكرة بسرعة لا الزمالك كان بيقدر يرجع الكرة بسرعة تعال نشوف احد الاستخلاصات اللي تمت في التلت الاوسط وحصل بعدها تحول على طول كانت احد الفرص في اللقاء تعال نشوف الفيديو لقطة بالدعم اللي احنا بنقوله ده بص هنا هنا شحاتها بيعملوا الكورة ده اللي بنتكلم فيه هي اول ما تم افتخاذ الكورة زمالك ضغط بسرعة ورجع الكورة الوقت ده زمالك كان بيطول جدا قبل كده في استرجاع الكورات لا هنا ضغط من واحد واثنين وتلاتة وبما كانت خدوا الكورة وكانت هجمل شيكابالا اللي حاول شيكابالا يعملها على الايم القريب الكورة دي كان فيه تلاتة جوا منطقة الجزاء من الزمالك والربع كان شيكابالا والشيكابالا اختار الاختيار اللي هو يسدد في الايم القريب معنى كده ان الزمالك اتحسن على المستوى ترجاع الكورات كان رقميا بيدعم ده بالفيديو بيدعم ده لا الزمالك قدم شكل مختلف شوية